أعلن دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اعتماد المجلس خلال اجتماعه اليوم ترشح دكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار السابق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لليونسكو وهذه بقى للفترة من 2025 إلى 2029 وهو يعتبر مرشح لجمهورية مصر العربية وطبعا هذا المنصب هو منصب مهم جدا ومهم قوي أنه يكون كمان من مصر مصر اللي عندها تلت أثار العالم تهتم أيضا بالثقافة والفنون والأثار والتسامح والسلام وهي رسالة أيضا منظمة اليونسكو تعالوا نسمع جزء من المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ونستمع لهذا الجزء من خلال هذا المؤتمر الذي عقد مساء اليوم النهاردة الحقيقة مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه النهاردة ترشيح الزميل العزيز الدكتور خالد العناني الأستاذ الجامعي الجليل ووزير السياحة والأثار السابق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو البيونسكو للفترة اللي هتبقى تبدأ من 2025 إلى 2029 والحقيقة هذا الترشيح جاء نتاجا لما خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية اللي كانت حقيقة تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 22 وضمت ممثلين من كل الوزراء المعنية لدراسة فرص فوز مصر بهذا المنصب وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين والحقيقة قد خلصت اللجنة في ختم أعمالها إلى ترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني للمنصب وهو ما تم اعتماده اليوم في جلسة مجلس الوزراء والحقيقة طبعاً اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع بيأتي استناداً للمؤهلات التي يحوزها وإنجازات الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عديدة فضلاً عن إسهاماته الكبيرة والقيمة على الصعيدين الوطني والدولي